لها خصوصية عند كل جماهير النادي الاهلي انها فقرة مهمة جدا بنتكلم في موضوعات وتفاصيل وبنكشف اسرار معينة لان البعض بيحاول يكتهد او البعض بيحاول يصدر صورة غير صحيحة عن النادي الاهلي او معلومة غير دقيقة عن النادي الاهلي لكن في النهاية احنا الحمد لله ما في معلومة بنقولها في فقرة ترند ترند الا ما بتتحقق بعد ساعات مش عامل فلاش باك وقول قلنا وعدنا وزدنا لكن هتكلم على ما حدث بالامس في اجتماع لجنة المسابقات اللي كانت برئاسة كونست عماري النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي ورئيس لجنة الاندية والمسابقات في البداية لازم نأكد على شيء مهم جدا النادي الاهلي في اجتماع الامس طالب الاتحاد الافريقي باحترام الموعيد التي حددها من قبل في نصف نهاية دورة ابطال الافريقية والموعيد المحددة في نهاية شهر ستة تسعة في نهاية شهر ستنبر شهر تسعة لكن في نفس الوقت الاهلي قال لا موانع ما فيش اي منع خالص من تعديل الموعيد واذا كانت هناك ازمة صحية وازمة صعبة وانسانية لدى الاشقاء في المغرب لا اي ازمة واذا رأى الاتحاد الافريقي ان هناك فرصة للتعديل او اذا رأى ان هناك فرصة للتأجيل النادي الاهلي لا يمانع في هذا الامر فبالتالي النادي الاهلي بيلعب برياضة النادي الاهلي بيلعب في مسابقات قروية النادي الاهلي بيلعب داخل الملعب فقط لما يحب يواجه اي منافس يواجهه في كامل اللياقة وفي كامل الجاهزية الامر متعلق بحالة صحية وانسانية بالدرجة الاولى وهنا النادي الاهلي لما بيتعامل بيدرس الملف بشكل جيد مش فجأة تعالى في اجتماع فالاهلي يخش يشوف الموضوع ولسه يدرسه الاهلي داخل الاجتماع وعارف بالزبط ابعد هذا الاجتماع وإيه اللي يتقال وإيه الانسب وإيه اللي المفروض النادي الاهلي كبير القرى الافريقية لما يكون حضر هذا الاجتماع الكلام اللي يتقال اللي بيلقى استحسان وقبول كل الحاضرين فبالتالي النادي الاهلي بالتأكيد زي ما بيطالب بانتظام الدور المصري كان بيطالب أيضا بانتظام مباريات البطولة الافريقية لكن في النهاية في وضع صحي وانساني عند الاشقاء في المغرب كلنا وقفين في دهراب وبينسندهم بالنسبة للمرحلة اللي جاية وفي نفس الوقت إذا الاتحاد الافريقي رأى أن الوضع الصحي بالتأكيد لازم يكون فيه تأجيل فالنادي الاهلي مع القرارات الاتحاد الافريقي هنا النادي الأهلي ما بيغيرش موقفه على فكرة لأن النادي الأهلي عند الموقف ده عمله في الدور المصري قال لازم نلعب المسابقة وقال لو فيه تأجيل أو فيه أي أمر اللي اتحاد المصري لازم يشوف اختصاصاته وينفذ المرحلة اللي جاية فبالتالي النادي الأهلي موقفه واحد ما بيتغيرش مش موقفه العكس إن هو يقول لك إيه لا أنا مش عايز ألعب الدور المصري لكن ملعب ممكن ألعب دوري أبطال إفريقيا الأهلي ما طالبش بإلغاء حاجة اللي أهلي قال هلعب في المعاد لكن لو فيه تأجيل لظرف صحي أجل ما تحاولوش تصدره صورة غير صحيحة وعمر الأهلي ما هيكون فعل الشيء لأن النادي الأهلي تركيزه في الملعب البعض يقول لك هتبقى أرد فعل لا لا الأهلي مش هيركز في أي فعل لأن الأهلي بيركز في الملعب بدليل إن مبارح مسؤول بيتكلم على إن من مصلحة الأهلي يلعب لأن الوداد غير مكتمل أو غير جاهز يا جماعة لبنلعب رياضة بنلعب كورة لازم تطبق الشعار الرسمي بتاع الاتحاد الدولي فيفا الفير بليه اللي هي بالنظيف لازم تحترم المنافس لازم تحترم الجهة اللي بتنظم البطولة الإفريقية كالاتحاد الإفريقي لكورة القدم هو صاحب الاختصاص والنادي الأهلي وداخل هذا الاجتماع دارس الملف جيدا وعرف أبعاده بشكل رائع فبالتالي النادي الأهلي موقفه كان واضح وما تغيرش ما قالش في الأول تصرحات ثم دخل الاجتماع وقال كلام تاني دي جزئية في البداية لازم نقولها لأنه كمان النادي الأهلي عارف إمتى يبقى شايف المباراة دي تبقى مناسبة والظروف الصحية مناسبة ولا الظروف الصحية مش مناسبة لأنه في التأكيد متابع الوضع الصحي في المغرب وكلنا عارفين الوضع الصحي في المغرب في الفترة دي إن شاء الله يمروا من هذه الأزمة سريعا جدا وكل المسندة والدعم هنا من قناة النادي الاهلي او من جماهير النادي الاهلي بشكل خاص مع اشقانة في المغرب جماهير النادي الوداد جماهير النادي الرجاء الشعب المغربي بشكل عام بعيد عن الرياضة لان في النهاية انت بتلعب رياضة او كورة لكن في الاساس انت في علاقات متميزة وعلاقات اخوة واشقاء في المغرب ففي البداية وفي النهاية لازم نأكد على جزئية مهمة جدا النادي الاهلي عارف هيعمل ايه مش محتاج حد ينصحه يعمل ايه لأن النادي الاهلي من الاندية الحمد لله يعني النادي الاهلي من الاندية اللي عندها رخصة الاندية المحترفة ورخصة معتمدة مش رخصة مؤقتة فالنادي الاهلي في الملف الافريقي تحديدا شغال بشكل بروفيشنال وعارف بيتعامل ازاي طيب تفاصيل الاجتماع عشان تفاصيل الاجتماع محدش سمحها وانا هقول لكم بالضبط التفاصيل كانت ازاي رغم الانبارح مثلا